مرحبا اليوم وصفتنا وصفة كتير مشهورة حاليا على التيك توك وصفة التوست بالكاستر توصفة سريعة مكوناتها بسيطة وكمان تنفع كسناك صحي اذا بتحبوه او كصنف على الترويئة هنساوي هيدا التوست نحنا بحاجة لملعتان كبار من اللبن لبن الزباتي او اللبن العادي او اللبن اليوناني مع بيتة كبيرة هنحط لها ملعة فانيلا وهنحلي هيدا الخليط بملعتان بودرة من السكر فيكن تستخدمو العسل فيكن تستخدمو سكر العادي متل ما بتحبوه نخلطون كتير منيح ما بعض حتى نحصل على مزيج ناعم بهذا الشكل خالي من اي تكتولات المكون الثاني الاساسي التوست الابيض الطري بنصحكم بالابيض ما تستخدمو الاصمر لان هيعطيكم طعامية ما كتير طيبة هنعمل بقلب التوست بكل حبة تجويفة بالملعة او بيتنا او بحيال لشي حتى نعمل تجويفة او مثل ما كان لنحط فيه الخليط اللي سويني نحط بكل حبة الطوست تقريبا ملعتان كبار هاي لالخليط يبيعطيني اربع حبات من الطوست اذا بتكون كمية اكتر هتحطو كمان اربع معالي الزبادي مع بيتان يعني بتدوب له المآدير بالنسبة للطبقة الاخيرة فيكن تحطو النوع من الفواقع اللي بتحبو او حتى فيكن تحطو شوكولات حتى فيكن تحطو فستو او مكسرات متل ما انتو بتحبو بتحطو انا حطيت هاي دي الانواع من الفواقع مانجا وموز وكرامنتين وعنب حتى فيكن تحطو فريز او كرز ورجعت زي انت الوجب حبيت من الشوكولات هلأ بالنسبة للفرون نخبوزن على الرف الوسط النار من تحت اخدو معي تقريبا عشرين دقيقة رجعت دويت الفرون من فوق اخدو معي بس لحمرو دقييتين او تلاتين اذا بيولع الفرون معكن من فوق ومن تحت اكيد بكون الوقت اقل وهيك بعد ما ظهروا من الفرون منظرون كتير حلو وريحتون كتير شهية من اسرع الوصفات اللي صويتها بالفعل ما بتاخد طريق التحطير معكم ما بياخد دقايق وبس هياخد معكم وقت بالخبز بالفرون فيكن لما تطلع من الفرون كمان نزيينها بخطوط من الشوكولات او حتى بخطوط من العسل تطلع كتير طيبة وبتزيد الحلاء اكتر يعني سناك صحي وممكن يكون سناك للولاد من بين الوجبة واسناء الدرس بنحط اللون الفواكه او الاشياء اللي بيحبوه على الوجه وهيك ما بنتغلب بالتحضير سناك او وجبة سريعة ان شاء الله تكون عجبتكن هاي وصفتنا لليوم اذا عجبتكن اتنسوا اللايك والاشتراك اذا منكم مشتركين واتبعوني على انستجرام وانا بشوفكم بوصبة تانية وصحتان والف عافية موسيقى 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 اشتركوا في القناة